وقبل ذلك جدد اعلان جدد تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعا لتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف لحل الأزمة السودانية ورحب بعودة سوريا لمحيطها العربي ودعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن حاثا كافت الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية كما شدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة وأكد الإعلان أهمية التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة وحج الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة